تزامنا مع دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني إلى جلسة انتخاب رئيس البلاد في 14 من يونيو لفتت مصادر للجمهورية إلى أن النواب الرماديين والمتريفين بات لهم وزن في المعادلة الحالية فالمصادر رأت أن النواب المتريفين سيتم التنافس عليهم من جانب معسكري سامين الفرنجي وجهاد أزعور خلال الأيام القليلة الفاصلة عن الجلسة لتحسين أرقام كل منهما فبحسب المصادر فأن الفريق المعارض لترشيح سامين الفرنجي يعيش حالة من الارتباك الشديد وذلك لعدم فهمه طبيعة مواقف العواصم العربية والأجنبية المتعاطية في الاستحقاق الرئاسي خصوصا والوضع اللبناني عموما فضلا عن عجزه عن تأمين الأصوات التقديرية المطلوبة لفوز مرشحه المتقاطع عليه لا المتوافق عليه الوزير السابق جهاد أزعور وفيما يخص موقف حزب له ذكرت صحيفة اللواء أن الحزب يعمل على امتصاص صدمة جلسة الأربعاء بصرف النظر عن نتائج التصويت بين فرنجي وأزعور أما التيار الوطني الحر فأصدر أمرا بدرورة التصويت إلى الوزير السابق أزعور من جهتها اللقاء الديمقراطي يسعى رئيسه النائب تيمور جنبلات إلى عقد اجتماع مع الرئيس نبي هابري لكن موعد الاجتماع لم يحدد بعد وأشارت الصحيفة إلى أن النواب التغييريين موزعين بين متحمز لأزعور وأخرون يبحثون عن مرشح ثالث قد يكون الوزير السابق زياد برود بالمقابل اعتبرت مصادر سياسية أن فرنجي لم يقدم نفسه بالشكل الذي يميزه عن باقي المرشحين ألا الرئاسيين حيث لم يذكر في برنامجه السياسي كافية مقاربته لحزب الله والاستراتيجية الدفاعية إضافة لوضعه خططا لمشكلة النزحين السوريين ومعالجة الأوضاع الاقتصادية حيث اكتفى فرنجي بعبارات التأكيد إلى انتمائه للمشروع السياسي لحزب الله وحلفائه لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر